أهلا بكم طلب رئيس الحكومة التونسية المكلف لحبيب الجملي مهلة جديدة لمواصلة مشاوراته لتشكيل الحكومة التونسية المقبلة وقال الجملي خلال لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لتشكيل الحكومة بسبب الصعوبات التي وجدها أثناء مشاوراته مع الفرقاء السياسيين وينص الدستور التونسي على التمديد للوزير المكلف شهرا إضافيا في حال عدم تشكيل الحكومة خلال الفترة الأولى للتكليف والمقدرة بشهر واحد مرة أخرى يتوجه رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي إلى قصر قرتاج للقاء الرئيس قيس سعيد لم يكن اللقاء لتقديم الحكومة كما أشار الجملي في وقت سابق بل من أجل طلب مهلة جديدة لتكوينها خطوة تكشف حجم الصعوبات التي تعيق رسم ملامح الحكومة القادمة في ظل التشتت البرلماني الذي أفرزته الانتخابات التشريعية طلبت تمديد في المهلة يعني تجديد مهلة الشهر لأن الشهر شرف على النهاية ستكون نهاية شهر الأول يوم الأحد وحسب تقدم المشاورات والتحديد الكفاءات أنا في حاجة إلى مهلة إضافية سأحرص أن تكون أقصر ما يكون في الشهر الثاني انسحاب الكتلة النيابية الثانية المكونة من حزبي الطيار الديموقراطي والشعب من المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف وإعلان حركة تحية تونس التي تزعمها رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد نيتها عدم مشاركة في الحكومة المقبلة دفع حركة النهضة والجمل إلى إعادة النظر في مقاربة تشكيل الحكومة وسير المفاوضات خاصة في ظل الحرص على إشراك الجميع في تحمل التحديات الاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة في تقدير يجري الآن الدفع نحو فشل رئيس الحكومة المكلف واتجاه الأمور نحو رئيس الجمهورية في الفترة الثانية لشهرين لكي يكلف الرئيس الجمهورية شخصية جديدة تقوم بمشاورات جديدة من أجل تشكيل الحكومة تكون فيها كل الأطراف السياسية بدون استثناء حتى الذين لا يقبلون الآن لم تكن الخطوة مفاجئة للكثيرين هنا في تونس البحث عن توفير الضمانات الكافية لتمرير المصدقة على الحكومة سيكون الرهانة الأبرزة للجمل خلال الأسبوع القادمة خاصة في ذل أنباء عن إمكانية عودة الطيار الديمقراطي وحركة الشعب للمفاوضات يبدو أن الصعوبات الاقتصادية التي كشفها قانون المالية للسنة المقبلة قد ألقت بذلالها على مصاري تشكيل الحكومة التونسية القادمة ليس فقط من أجل مواجهتها وإنما من أجل توفير حزام سياسي متماسك يمنحها الاستقرار لأطول فترة ممكنة عليم جاسمي العربي تونس ومعنا من تونس منذر بالضيافي مدير موقع التونسيون الإلكتروني سيد بالضيافي في البداية كان هناك نوع من التفاؤل حتى أن الحبيب الجملي وعد بتشكيل الحكومة في وقت قصير تحدث بعض الأطراف المفاوضة في هذه الحكومة منهم لعل محمد عبو مثلا عن تشكل الحكومة وإمكانياتها بشكل ما وعدت الطبقة السياسية الشعب التونسي بسرعة تشكيل الحكومة لكن ذلك لم يحدث بماذا تفسر هذا الأمر؟ كما سبق وإن ذكرت برغم أن هناك كانت العديد من التفائل قبل الشروع في المفاوضات إلا أن الرئيس المكلف سيد حبيب الجملي استدم بحالة رفض كبيرة وكانت مفاوضاته التي أجراها مع الكتل والأحزاب السياسية صعبة جدا وهذا ما يكشف عن وجود تناقضات سياسية كبيرة أولا فالبرلمان كما تعلمون هو برلمان فسي فسائي ومن الصعب جدا في هكذا حالات أن يقع تشكيل حكومة ائتلافية بأوسع حزام سياسي وبرلماني هذا معروف في كل التجارب السياسية التي تحكمها الائتلافات السياسية زد على ذلك أن هناك خلافات وتباينات وتناقضات صراعات سياسية بين الحزب المشكل للحكومة حركة النهضة من جهة وباقية الأحزاب الأخرى التي الحقيقة حتى نكون أمنا دخلت فيما يشبه الابتزاز لذهاب لتشكيل هذه الحكومة وكل الأحزاب لم تكن مفاوضاتها تهدف إلى إيجاد نقطة وسط تمكن السيد رئيس الحكومة المكلف من التسريع بتشكيل حكومته وهذا ما جعله يفشل في المدة أو المهلة الأولى ليطلب من جديد مهلة ثانية في تقديري أقدر أن الجميع وتقريبا كل الأحزاب والكتلة السياسية التقت حول ما يشبه إفشال خطة رئيس الحكومة المكلفة وهناك حديث اليوم في تونس بقوة عن الذهاب إلى حكومة الرئيس نعم قبل الحديث عن حكومة الرئيس البعض تحدث أيضا أن الحبيب الجملي نفسه يفتقد إلى صفات القيادية على اعتبار أنه طيلة شهر كامل ظل يستقبل الناس وهناك حديث عن شرب الشاي والسؤال ما الذي تقترحونه عوض أن تكون له هو رؤيته التي يقدمها هل برأيك سقط أيضا الحبيب الجملي في نقطة غياب الرؤية أو عدم إعطاء الانطباع بأنه شخص قادر على القيادة بالفعل هذا ما ذهبت إليه مهم جدا وأنا أتفق معك وتقريبا هنا في تونس هناك ما يشبه الإجماع على أن شخصية رئيس الحكومة المكلفة سيد الحبيب الجملي شخصية ليست لها من المهارات والقدرات القيادية ما تؤهلها لرئاسة الحكومة هذا الحديث الموجود هذا من جهة ومن جهة أخرى كشفت المفاوضات الواسعة واللقاءات التشاورية الواسعة مع كل من هب ودب على أن سيد رئيس الحكومة لا يمتلك رؤية ولا يمتلك منهجية واضحة في تشكيل حكومته وبالتالي هذه الثغرات جعلت بقية الفرقاء لينظرون بجدية إلى شخص رئيس الحكومة المكلف ومن ذلك أن كما سبق وأن ذكرت أنت هناك حملية تندر في الشارع التونسي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بأن رئيس الحكومة يدعو الناس لشربة تاي في قصر الغيافة بقرتاج المطلوب الآن هو مزيد من الجرأة من الشجاعة أكثر حزم أكثر مسؤولية لكن هذا لا ينفي فعلا أن الحديث عن ضعف رئيس الحكومة المكلف وعن أنه لا يمتلك المهارات والقدرات القيادية تمكنه من تشكيل حكومة هذا موجود وفي الواقع دعني أقول لك أن هذا الضعف لا ينسحب على السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف إنما الطبق السياسية في تونس الآن هي كلها تفتقد للكفاءة وتفتقد للتجربة تقريبا في الثماني سنوات الأخيرة التي جاءت بعد الثورة هناك قاسم مشترك بين كل من تحمل المسؤوليات رئيس الحكومة الحالي نفسه السيد يوسف الشهد ليست له تجربة سياسية رئيس الدولة نفسه السيد قيس سعيد لم نسبق أن تكانت له تجربة سياسية أو حضور في المشهد السياسي وهذا ما جعل كل الفرقاء السياسيين مشهد ضعيف لأنه لا يمتلك لسياسيين أقوية شكرا جزيلا لك منذر بالضياف مدير موقع التونسيون الالكتروني كنت معنا من تونس